الجنح المغربي في مؤتمر كوب 29 في باكو يحتضن جلسة حوارية هامة حول مقاييس التكييف مع تغيرات مناخية بمشاركة وازنة لخبراء وطنيين ودوليين تنظيم الجلسة يأتي بمبادرة من المنصة الدولية لمقاييس التكييف المشاركون فيها أبرزوا دور مقاييس التكييف لتقييم المخاطر المناخية وتعزيز فعاليات التمويل للمشاريع الموجهة للفئات الهشة وأكدوا بأن مقاييس التكييف يجب أن تكون قابلة للتطبيق على نطاق واسع لضمان مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وخلصوا إلى أن تعزيز المرونة المناخية يتطلب استراتيجية مبتكرة وتحسين النظم الغدائية والزراعية والبنى التحطية المستدامة موضوع قياس التكييف يعد قضية رئيسية يتعاون المجتمع الدولي حولها لضمان الوصول الفعال إلى الموارد اللازمة لمتابعة التقدم وتحقيق الأهداف المناخية التحدي يكمن في تعقيد تقييم التكييف نظرا لتعدد المؤشرات التي تشمل العديد من القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية مثل الفلاحة، المياه، والصناعة مؤتمر كوب 29 يبرز أهمية التعاون الدولي والتنصيق بين الحكومات والقطاع الخاص التي أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة لضمان مستقبل بيئي واقتصادي مستدام للجميع اشتركوا في القناة